قال تعالى أولم يتفكروا هنا المراد التفكر في أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أولم يتفكروا في هذا الرسول الذي وصفوه بالجنون جزاك الله خير أولم يتفكروا في هذا الرسول الذي وسموه بالجنون فكر اجلس فكر هل محمد مجنون أم أنه الصادق الأمين هل محمد يأكل أموال الناس بالباطل أم أننا نودع الأمنات عنده فقد كانوا يفعلون ذلك هل خان هل غدر هل ظلم فكروا ونحوه في التنزيل قول الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة اجلس أنت وحدك وفكر في شأن رسول الله وهذا الكلام لمعاصريه ولمن جاء بعده أبدا أيضا تفكر في شأن رسول الله هل هذا الرجل كذاب هل هذا الرجل أكل أموال أحد هل زنى هل سرق فكر قم وحدك فكر وإن اجتمعت بواحد آخر نسنى وفرادا اتجلس اجلس مع واحد وفكر أنت هو ماذا ترى في محمد ما حاله فكل سيفضل الآخر بالذي عنده في شأنه وكذلك فكر في كلامه ما الكلام الذي يقوله يقول لا تسرقوا لا تزنوا لا تعبدوا غير الله لا تعبدوا حجرا لا تعبدوا وثنا فكروا فيه وفيما يقوله فكل الذي يقوله خير هل يأمر بماذا يأمر بوصل الأرحام أم بقطعها يأمر بالعفاف أم يأمر بالزنى يأمر بالسرق أم يأمر بالاقتصار على الحلال الطيب يأمر بالأمانة أم يأمر بالخيانة فهنا أولم يتفكروا في الرسول في نعته ووصفه وما يقوله ويتفكر كذلك في كلامه الذي يقول سيعون النتيجة ما بصاحبهم من جنة أن الرسول ليس بالمجنون عليه الصلاة والسلام قد كانوا يسمون أو بالجنون يقولون يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ولقد دافع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا دفاع كثيراً في مواطنة شتى وما صاحبكم بمجنون بمجنون قالت عالماء بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين منذر موضح لما سيأتي يوضح الساعة يوضح العذاب ويوضح العقاب والجنة والنار والأحكام والتشريعات فالمبين الموضح والنذير المنذر ترجمة نانسي قنقر